يبنى عليها تصورات ضمن برامج في الوزارة في منها بتكون على الهارتباط في امتحان أو في برنامج استيم على سبيل المثال في العلوم والرياضيات الصف العاشر هذا يختلف نعم هذه مرحلة لها علاقة في قرار وزارة التربية والتعليم في موضوع اللي هو المسار المرحلة الثانوية المسارات المرحلة الثانوية تبدأ من الصف العاشر هذا الموضوع أخذ القرار فيه من وزارة التربية والتعليم قبل ضمن رؤية استشراقية لتطوير نظام الثانوية العامة تبدأ من الصف العاشر على اعتبار أنه بداية المرحلة الثانوية لأن تطوير الثانوية العامة وافق عليه قرار مجلس الوزراء السابقا والعمل به تدريجيا من الصف العشر شو الفائدة منه أو شو مضمونه عشان يكون المستمعين كمان في الصورة لأنه خوف ما يظل الموضوع وكأنه مثار في لغط وفي غبن في الموضوع هو تعظيم الهدف منه تعظيم الشهادة المدرسية تذكر وفا إحنا طالبنا كان يصابل للصف التوجيه وكأنه شهادة المدرسة ما لهاش علاقة نتيجة الثانوية العامة هي الوحيدة الفيصل اللي بتقوله وين تروح على أي جامعة على أي كلية وإشيه ليش ابندس 16 سنة هل يحسب على الطالب أنه فاشل إذا رسب في الثانوية العامة طب السنوات اللي درستن سابقا وبتعرف كيف الظروف اللي بتتعلق في حيات الطلب عشان هيك بدأ الحديث أنه في تطوير هذا النظام بدأ من الصف العشر بحيث يكون فيه هناك تعظيم لشهادة المدرسة تبدأ من الصف العشر و11 و12 وبالتالي في نهاية هذه المرحلة يحصل الطالب على كشف علامات مدرسة فيه علاماته في العاشر وعلاماته في 11 وعلاماته في 12 ليه؟ لأنه ممكن بعد مناقشات مع مجلس التعليم العالي يصير طالبنا يدخل على شهادة المدرسة على بعض التخصصات في بعض الجامعات ثانيا ممكن نفوت على كليات العالم على كليات المجتمع المتوسطة تمام؟ ثالثا والأهم من هذا الموضوع فإنه إحنا في بعض الجامعات في الدول الأخرى ما لهاش علاقة في الثانوية العامة تطلب العاشر و11 و12 إذن إحنا يجب أن نعظم هذه الشهادة من هون كان لابد أن يكون هناك بداية والبداية تجربية وتجربية تبدأ في بعض المواد كامتحان موحد مناطقي وليس على مستوى الوزارة وهل هذه المرحلة التجربية هي على أيضا بعض المباحث وليس جميع المباحث؟ في مباحث اللغة العربية والإنجليزية والرياضية ثلاث مباحث والاختبار تجريبي وموحد على مستوى المديرية على مستوى المديرية وليس على مستوى الوزارة كمان إحنا بدنا نطلع من بعض بعمتحان الثانوية العامة نرجع من الصف العاشر لا هو امتحان عادي يحسب ضمن العلامات العادية ويصححه معلم المادة أو بعض المعلمين المادة ويحسب ضمن نظام العلامات على ويعتبر مثل مثل أي امتحان بتقدم له الطالب في نهاية الفترتين أو في نهاية الفصل الأول والفصل الثاني مش أكثر ولا أقل هل يتم احتساب المادة جميعا بمعنى أنها تكون من بداية الفصل لحد ما وصلوا في المقرر أو المبحث لأنه مسبقا منعرف أنه بعض الأهل ممكن سألوا فيه رح يكون شيء مستثنى من هذه المواد ولا لا المادة جميعا رح تكون وضع الأسئلة مين رح يوضعوا بناء على شو المقاييس والشروط فيها وإحنا أصلا نظام الاختبارات هذا العام أعتقد أنه نقلة حدثت أنا وياك في هذا الموضوع هو نظام فترتين الفترة الأولى وفترة الثانية وكانوا وكانوا الأهالي يسألوا وكانوا يسألوا أنه طب ليش تدخلوا الفترة الأولى وما دام الفترة الثانية لا إحنا كنا حتى نعمق إدراك الطالب وإتقانوا للمهارات في الفترتين لأنهم ابنيات على بعض وبالتالي يفترض يكون هناك اختبار مثل ما كنا سابقا اختبار نهاية الفصل الأول وأيضا في الصف العشر كذلك الأمر السؤال المتعلق بمن يبني هذه الاختبارات يبني اللي هم معلمي معلمي المواد لجنة المبحث في مديرية التربية والتعليم ولهم في الأساس هم معلمين من معلمي المدارس ولكن هم مجموعة من المعلمين ببني الاختبار بتم تعميمه على كافة المدارس اللي فيها الصف العاشر ويؤدي الطالب في مدرسته ويراقب عليه معلم غير معلمي المادي كمان عشان يكون فيه هناك شوية مصداقة لأنه بتعرفها لو يبلش التنافس بين المدارس وبالتالي بدكش تتركه شاردي ولا واردي في هذا الموضوع ويصححه وعملنا نظام تصحيح مش نظام اللي هو مركز تصحيح أنه مثلا مدرسة البنات على سبيل المثال في بلعة على سبيل المثال في بلعة في مدرسة الذكور بيروح الطلاب بتصحيح لهم معلمة المادة في المدرسة والذكور العفوان الذكور بتعلمون بصحيحهم المعلمة والطالبات بصحيحهم المعلمة ومنعكس يعني منعكسه بالتالي بيرده بتبادله وبتم رصد العلامات كما حصل عليها الطالب وهذا كل شيء وماذا عن العلام المعتمد في هذه الامتحانات يعني بمعنى هذه العلامة وما بعد أيضا القيام أو عقد الامتحانات الخاصة بالمباحث التي ذكرتها ماذا بعد إلى ماذا ستؤهل الطالب بصراحة أي الأفاق ستفتح أمام هذا الطالب هي علامة عادية ضمن برنامج الاختبارات اللي بتتم كل سنوية برنامج الاختبارات في أساسي يومي وفي رصف فصلي وفي فصلي مرحلة أولى ومرحلة ثانية بحتسبن هي من مية من مية على فصل الأول تمام؟ الآن برد بالفصل الثاني ضمن اختبارات نفس الشيء ولكن هذا الاختبارات الموحدة اللي هي نهاية الفصل الأول ونهاية الفصل الثاني وتحسب ضمن شهادة الطالب المدرسية الآن شو الأفاق المستقبلي؟ كما ذكرت في البداية إحنا بيكون في عنا كشف تجميعي لعلامة العاشر واحداش واثناش بإمكانه الطالب في نهاية الصف اثناش أنا بديش أقدم امتحان توجيه ماشي؟ أنا ما بدي أقدم امتحان توجيه أنا بدي أكتفي في علامات المدرسة ما بساعتها ما بروح مستقبلة لا بديش أقدم بقدمش باكتفي في علامات المدرسة بروح أدرس في كليات مجتمع متوسط وتم وتعتمد طبعا هذا العلامات وأيضا بدي أحكي لك الشغلي مثل ما كنت لك في البداية أنه في بعض الجامعات في العالم اليوم إحنا ما بتطلب منك شهات التوجيه تطلب منك شهات العاشر واثناش واثناش وفي هناك كمان هذا يعني حتى في تحديد مصارات من الصف العاشر بتكون إلى أي الكليات وهو في الأساس الحديث يتم من أجل الوصول لهذه المرحلة والشغل الأخرى أنه في هناك حديث متطور مع مجلس التعليم العالي أنه يتم احتساب علامات المدرسة لتأهل الطالب للدخول لبعض التخصصات في بعض الجامعات يعني ماذا أيضا عن بصراحة تفاعل لنقل الكليات والجامعات يعني هذا بحاجة لتنصيق على مستوى كبير نحن نحكي عن امتحان صحيح مديريات ومدارس وما إلى ذلك وموحد لكن لاحقا هو بحاجة لعملية التنصيق وبالتالي في أي تخوفات تشوب هذه المرحلة التجربية لا هو إذا وصلنا لمرحلة أنه في هناك اتفاق ما بين وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي وأعتقد أنه في هناك رؤية مشتركة لأنه في هناك قرار من مجلس الوزر لتطوير النظام الثانوي العام أعتقد سيصلون لهذه المرحلة أنه يكون المواد أو علامات الصف العاشر والإحداش والاثناش المدرسية تؤهل الطالب للدخول إلى الجامعة الفرسين أقول أنا ليس قرار أقول في هناك حديث متطور لتنصيق ما بينهم ولكن كما تعلمين أنت أنه في بعض الدول العربية مثلا في الأردن وبعض المحيط هو بده شهات التوجيه صح لا يعترف إلا بشهات الثانوية العامة بصراحة وفي المقابل في بعض في دول العالم جامعات دول العالم لا تعترف شهات التوجيه بتعترف شهات العاشر والإحداش والاثناش والسي في وملف الإنجاز للطالب حتى تأهله يعني أرقى الجامعات في العالم في العالم ما بتطلب شهات التوجيه بتطلب شهات العاشر والإحداش والاثناش وملف إنجاز للطالب عشان تأهله يفوت على التخصص اللي هو بطلبه طيب كيف تحاولوا توازنوا أستاذ سائد بين بعض الدول بصراحة ونحن نعرف أنه فيه من طلابنا بيروحوا إما للدول العربية أو حتى للدول الأجنبية وبالتالي أنظمة مختلفة في التعليم اعتراف وعدم اعتراف مختلف وقد يلجأ بعض الطلب أيضا للمنح وهذا المنح هي بتكون أيضا ضمن شروط ومقيس معين وبالتالي ما في خوف أنه مثلا هذه المرحلة تنجح فلسطينيا ولكن ماذا عن التعليم خارج فلسطين هذا النقطة بتوقع أنها أكيد كانت محل الاستفسار هذا حديث يعني مش في جعبتي أنه أنا أقر فيه أكيد هذا حديث حتى فوق المستوى الوطني كمان بس بتذكر أنا قبل فترة كان مع الوزير التربية والتعليم سيد دكتور مروان عوارتان في اجتماع لوزراء التربية والتعليم العرب وتحت إطار كبة جمعة الدول العربية وكان في حديث متقدم عن تطوير نظام الثانوية والتنسيق ما بين الجامعات العربية في هذا الموضوع لكن أنا ما بقدر أجيب لك هسلامي بعرف شو حيثيات الأمور ولكن دعينا أقول لك أنا في خلاصة الموضوع أنه هذا البرنامج في مسارات الثانوية العامة اللي هو من العاشر وحداش واثناش هو لمصلحة الطالب لألا يكتب على الطالب اللي برسل في التوجيه أنه فاشل ويضيع مستقبله في التعليم لا هاي في معك أنت ثلاث شهادات مدرسية بإمكانك تفوت عليها أنا بدي أسأل سؤال وسألته أكثر من مرة هلأ طالبنا الفلسطيني من الثمان واربين بوخ الشهادة اسمها البيقروت صح؟ صحيح وين بيقدمها هو في المدرسة تمام؟ شهادة مدرسة هذه بيقدمها بيقروت وبيجو بدرس في جامعاتنا وبدرس في الأردن وبدرس في مصر وبدرس وين من طب يعني شوف شوف فرق ما بيننا وليش إحنا نقدم طالبنا مطلوب منه يأخذ اختبار وطني اللي هو التوجيه وطالب الثمان واربين على سبيل المثال هو الفلسطيني وحقه يدرس حين في جامعاته بنفتقر فيه إنه يأخذ على شهادة البيقروت على سبيل المثال وهذا كان بالعكس يعني كان بدافع إنه إحنا نرتقي في العملية التعليمية هل قابلت هذه أو قبلت هذه الفكرة بصراحة اعتراض من قبل بعض الطلاب في مرحلة الصف العاشر يعني وأبدوا هذا الاعتراض وتوضيح وجهة نظرهم وحول ماذا كانت تخوفاتهم هو للأسف الشديد يعني دائما إحنا أي شي جديد دائما كل جديد أولراني زي ما بنحكيها 100% هذه فما كان فهم عند الطلاب لطبيعة الموقف فقط هم سمعوا على وسائل الإعلام إنه وزارة التربية والتعليم تتبنى نظام مسار الثانوي العام في اختبارات بعض الاختبارات الموحدة طبعا تأجج الموضوع هلأ ليش وكيف ومين اللي أجج وكذا هذا مش مسار حديث أنت مهم لأنه فيه أكثر أشياء كثيرة ممكن نحكيها في هذا الموضوع ولكن أنا قابل الطلاب الصف العاشر اللي أجعوا عندي وحسيت كدش البراءة اللي عندهم بتكون سألتهم سؤال إنت بتعرف شو اللي موجود كاللا وإنت بتعرف كاللا مش عارفين على شو طب إنت بتعرف إنه هذا الصالحك كالكيف لا صالحي قلت له إنت بدأ فترض أنك تكدم توجيه تكتفيش هات المدرسة هل ممنوع تفوت على الجامعة بمنعوني تفوت على الجامعة كنتوا طب إذا الوزراء أتحت لك إنك تفوت على الجامعة كان هذا إشي ممتاز كنت له وهو الممتاز وهذا الممتاز وهذا اللي بدنا نعمله فاستغربوا من الموضوع رجعوا حكوا في موضوع الاختبارات الموحدة إنه بقولوا إنه إذا إنت رسبت في العاشر بتتطلعش على الإحداشر طبعا أشياء مغلوطة كثير جدا ولكن واضح إنه بعد ما فهموا الرسالة بالعكس هم مبسوطين كثير جدا وبالعكس عندهم أفق في الحديث وهي هم يعني الأمور تمام طب في نقطة يعني هلأ بصراحة هكي جت في بالي بخصوص هذا الموضوع بالعادة بالثانوية العامة في بنتيح المجال وبالتأكيد الوزارة يعني مشكورة على مثل هذه الخطوات صدقا إنه لو ما زبطتش في هذا المادي ممكن تكمل فيها لاحقا تعطي فرص مرة ومرتين وثلاثة وإن أمكن أنك تعيد المرحلة كلها في بعض الأحيان وفي كثير ناس عادت ومشت حاجاتها الصف العاشر وخاصة في هذه المباحث هم نحكي رياضيات لغة إنجليزية واللغة العربية صحيح؟ العربية ورياضيات صحيح يعني مباحث أساسية بالتالي من لا يقدم بالطريقة أو بالمستوى الذي يرضيه بصراحة أو لربما لا يجتاز مثل هذه المباحث فيه بديل فيه فرصة فيه إيش ممكن يعملوا على الأساس ما توقفش حياته عند هذا المرحلة هو أنت بتحكي عن ثلاث مراحل ثلاث سنوات تمام ثلاث سنوات أكيد بدي يكون فيهن طبعا في طريقة احتساب لأنه مش واضح كمان كاحتساب اللي هو معدل الثلاث سنوات كشهادة مدرسية تمام ولكن أنا كمان بدي أسأل سؤال هلأ طالبنا اللي في الصف العاشر اللي اليوم اللي بيرصب في الصف العاشر مش بيظل في مدرسته على مكعده على في صفه صحيح بعيده بعدين بيردين تكلها الصف 11 ما رح يتغير شي في نظام الرسوم ولا رح يتغير فيه شي في نظام العلامات ولا في احتساب العلامات هو امتحان عادي فقط اللهم لسبب الأول انه مش معلم الصف اللي بيعد لامتحان هو مجموعة من المعلمين اسمهم لجة المبحث ويعمم على كافة الطلب ويتقدم بشكل طبيعي والاشي الآخر انه انت حتى تغتنم الفرصة فيما بعد لازم يشد حالك وتنجح في الصفوف حتى يكون اليك مستقبل بديل عن التوجيه بس مدللين بصراحة طلت مباحث مش كل المواد يعني عشان نبكى صريحين لبعض يعني الأهالي اللي أكيد فيه تخوف وممكن يقوله هل رح تراعي الأسئلة كل المستويات ولا لا زي الأسئلة اللي بتنطرح فترة الثانوية العامة ولكن المميز في هذه المرحلة انه مش كل المباحث هي ثلاث مباحث وكمرحلة تجربية في البداية وممكن يكون فيه تغذية يراجع لاحقا وحتى بالعادة احنا كانت عسنتنا انا اول سنة من الناس اللي بياخدوا منهاج فلسطيني بلشنا من الصف السادس سيوما بتذكر عمري ما بنسها فكانوا كتير رؤفين معنا ليش؟ لانه منهاج جديد مادة جديدة فصدقا ما كان فيه يعني الوصول لمرحلة انه يكون صارم جدا في عملية التصحيح كانوا يراعون لانه كل شي جديد كانت في مرحلتنا واعتقد كمان هاي الرأفة وهاي النظر بعين الرحمة للطلاب كمان والمراعاة وكمان نعرف شو مستويات طلابنا هاي كلها مأخوذة بالحسبان شو فيه وفاء احنا اليوم ولادنا مدللين كثير زيادة زيادة مش زيادة 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 كمان ومعلميننا بتعاملوا مع الطالب في المستوى اللي قديش ممكن اني ابحثوا عن اشي فيه صح عشان نحسب له على العلامات لانه احنا ما زلنا بنتعامل في نظام التقييم في النظام الرقمي واحكيلك يعني احنا بجزء لي رؤية كثيرة تختلف عن هذا الموضوع انه ما ما دمنا بنتعامل في الحالة الرقمية نعم احنا بنقيم الطالب وكأنه رقم ولكن انا بحكيلك انه في كثير جدا من طلابنا واطفالنا وناسنا في المجتمع نجحوا وابدعوا في الحياة بدون ارقام ولكن مثل ما حكيتي انت يبنى هذا الامتحان كموحد في هذه الثلاثة كتجربية حقيقة تجربية وقد يتطور في المستقبل ضمن مواصفات نظام الاختبار الجيد نظام الاختبار الجيد اللي براعي كافة الفروق الفردية بين الطلاب مثل التوجيه بعطيك ايش للاذكية وايش للوسط وايش لمتدني التحصيل وكمان طلاب معلمينا لمدوا مصححه بيبكوا يبحثوا عن كل كلمة صغيرة ولا كبيرة للطالب عشان يحسبوا له علامة وبالتالي ما في خوف في هذا الموضوع وانا من خلالكم هنا بطمئن طلابنا الامور عادية وستنية وبسيطة ومش نظام توجيه اصلا احنا رحنا بهذا لتجاه عشان نخفف نظام هول الثانوي العام ورحبة الثانوي العام صحيح يعني هون في بعض الامهات المؤسايد الساعة صباحك بتقول يا رتبي ما انه اشي مطلوب في بعض الجامعات شهادات وصفوف اول مرة بيكون موحد ومعتمد يكون اشي لطيف خفيف لانه طبيعة مادة صف عاشر كثير صعبة لا الامانة لا الامانة انا كان ايام المدارس تحكينا الله يصبحهم في الخير في مدرسة العضوية كانوا يحكو لنا يعني صف العاشر اللي بتجيب معدل هو قد يكون قد يكون قد للتشكيك وقد تكون للتحقيق يعني حسب انه قريب من الثانوية العامة لا الامانة بالضبط اللي جبنا بالعاشر جبنا بالثانوية العامة بمعنى المنهاج كثير متقارب مترابط مع بعض والبعض وهم برضو اللي بحطوا المنهاج مش من عوالم أخرى يعني اكيد مش رح حط للعاشر بعيد كل البعد عن أول ثانوية وبعيد كل البعد عن الثانوية العامة رح يكون مترابط متسلسل رغم انه منهاج عندنا مش سهل يعني هو منهاج زخم فيه زخامة ولكن ان شاء الله تكون الاسئلة بالفعل يعني الاسئلة هيك في المتناول للطلاب وهون مناسبة يوم المعلم كل يوم كل يوم معلم وانت ألف خير وده ما عطاقكم من إم محمود ساعة صباحك ليش أم محمود تتخلص من الدفاتر ليش ليش تتخلص من الدفاتر أول شيء يعني سبقتنا إم محمود كل عام وانت بخير وكل عام وشعبنا بخير وكل عام واسرتنا التعليمية ومعلمينا في كل أماكنهم اليوم بألف خير ان شاء الله ربنا بعيد علينا هاي المناسبات وحنا بتعمل الصحة وبالحرية الكاملة بس السؤال كمان ليش تتخلصت من الدفاتر أنا يعني كتب الروضة لبنتي لحد الآن يعني بظل أفتحهم وشوف شوفي مواد وكذا ويبصف أول يعني بالعكس في خلي شغلات أحيان تستعيني بصور أحيان تستعيني حتى في تعليم فإم محمود بعينك الله يعني غلطة الشاطر بألف صباح الخير بتقول بدي أحكي شغل يمكن خارج الموضوع في مدرسة بنات شويك الثانوية المديرة غايبة عن المدرسة من أول الفصل وبيحكوا إنها عندها كسر ألف سلام عليها بس فيه شغلات عم بتصير إن المعلمات أحيان بشغلوا أغاني بسماعة المدرسة وأغاني الصاخبة مثل اليوم أغنية تاعة المونديال لمريان فارس للتفريغ عن طلبة الثانوية العامة حسب حكي يكون البنات بصفوف الثانية عم يأخذوا حصص ممكن حصص إضافية خلال فترة اللي هي بتكون في إدارة مدرسية فهي بتقول إنه هذا الشيء يعني لا يحقق المنفع ما بين حصة ما بين أغاني إن شاء الله رح ناخذ الموضوع في الانتبار أيضاً كمان تمنيات الشفاء والسلام للأختلين على مديرة المدرسة إن شاء الله ورح نتابع هذا الموضوع نعم يعني خلينا نحكي عن إنجاز جميل في الأمس ليس بالبعيد يعني في الأمس القريب كنتم في زيارة الأردن الشقيق نوجه التحية الصباح بالتأكيد لكل أحبتنا من أبناء طول كرم أبناء فلسطين المغتربين الذين لا زالوا على ارتباط وثيق بحب الوطن والتقديم لهذا الوطن خاصة خريجي مدرسة الفاضلية احكينا شمي عن هذه الزيارة وبما بصراحة يعني إن شاء الله رشح عنها بشكل إيجابي أولاً أنا بدي أبعث تحية وتقدير لكل أهلنا الكرميين المطلعين بمهام متابعة طلاب الثانوي العام في مدرسة الفاضلية وغير الفاضلية وكمان بداش ننسى إنه اليوم لم يعد نادي الفاضلية لمدرسة الفاضلية صحيح اليوم تعدى إلى كل مدرس المحافظة وأيضاً في هناك فكرة رشحت عنهم ونحن هناك إنه يكون على مستوى الوطن وهذا جميل جداً أن يكون المنطلق من طول كرم من الفاضلية العريقة هو حب كرمي شغوف بهذا المعنى لحالة التعليم لدعم التعليم لدعم أجيالنا في فلسطيني بشكل عام وفي محافظة طول كرم وأنت تتخيل إنه أنت تيجي على قامات قامات تعليمية ومهنية في الحياة ورجال كبار في السن كلهم يبكون من أجل أن يزوروا طول كرم يعني يتمنون أن يكون لهم فرصة ليكونوا في طول كرم وهذا موعدناه إن شاء الله في المرحلة إحنا في صدد حديث يعني إن شاء الله رح يكون مع عطفة المحافظة لنحدد مع موعد لنعمل ملتقى للفاضليين وهذا مهم التقينا في ناس عندهم شوق عندهم شغف للتعليم عندهم حب للنجاح في الحياة وأيضاً في إدارة للنادي عندها إصرار وإلحاح لدعم أبناء طول كرم وتسهيل تعلمهم الجامعة أنت تخيلي أنت بتحكي عن مليون ونص تقريباً دينار ما زالت مصروفة على منح الطلاب الجامعي لمدة أربع سنوات وخمس سنوات الدراسة كل فصل بيكون في لهم منحة جميل جداً ووصل عدد مئتين وخمسين مئتين وخمسين كل سنة يزداد الموضوع مئتين وخمسين والأجمل في ذلك يا وفاء أنه تجد مثل هاي الناس من حب لهذا النوع من العطاء يتقدم ويتبرع بدون أن لا يسأل ولا كذا وفي عندك إدارة متينة وإدارة عندها برنامج لموضوع المنح ولذلك كانت زيارة ناجحة طلعنا على تجربة المدارس النموذجي أو النموذجي العربية وكانت مدارس كمان رائعة جداً والتقينا مع نادي الفاضلية الإدارة الموجودة هناك وأعضاء الهيال العامة وبعض الدعم لنادي الفاضلية ومثل ما حكيت لك كان فيه هناك أفق كبير للحديث متطور في آلية العمل في المنح وأيضاً القضية الأخرى أنه نخطط لإقامة ملتقى ملتقى الفاضلين وإذا تمكننا إن شاء الله مع الجهاد ذات الإختصاص في مؤسساتنا أنه نجيب هذول الناس اللي توقفين البلد وتوقفين الوطن ويكون في عنا ملتقى نعرض في إنجازات هذه المؤسسة وهذه الناس وأيضاً إنجازات المتبنين والداعمين يعني أخبار مبشرة إن شاء الله في هذا الصدد مبشرة وفي حديث أحكي لك عن جائزة جائزة الفاضلية وفي حديث كمان عن إنشاء مدرسة وإعادة مدرسة الفاضلية القديمة للاسمها يعني فيه إشي حلو مرتبط بشكل داعم وأساسي في نادي الفاضلية اللي هو أصبح اليوم وأحكي لك أصبح نموذج إحنا في عنا وزارة التروية والتعليم اليوم تبنت مشروع برامج أندي تخريجي المدارس في 95 مدرسة في الوطن اللي عمرها 100 سنة وفوق نادي الفاضلية نموذج أخذوه لهذه حتى الآن ولم تيركى التفكير حتى الآن في الأليل اللي عمل فيها نادي الفاضلية ولذلك أنا بحيي بكل إجلاله بكل اعتزاز هذا الدور الرائع من نادي الفاضلية والقائمين على نادي الفاضلية والداعمين لنادي الفاضلية نعم ونحن أيضا نوجه لهم التحزة صباحة دائما وبدأ عبر أثيرنا وشاشتنا ربما هنا في سؤالي الأخير الآن من خلال بث المباشر عبر الفيسبوك أسمى عكاوي تقول إن أمكن ذكر نمط بالعودة إلى موضوع الامتحان موحد للصف العشر ما هو نمط الأسئلة هل سيكون يعني نظام فقط ضع دائرة أم سيكون متنوع نمط الأسئلة في هذا الامتحان نعم شوفي هو نمط إحنا وزعنا على المدارس أهلية طبيعة الأسئلة وزعنا شو الإشي اللي مطلوب يتم التركيز عليه يعني موجود في المدارس وبإمكان الطالب والمعالمين أكد يعني أعطوا الطلاب بهذه الطبيعة وأكد يعني أسئلة متنوعة ما بين الأسئلة الموضوعية والأسئلة الإنشائية لأنه نمط كل المهارات وأنا بدي أحكي له مرة أخرى بدي أقول لكم والآباء والأمهات ما تفكروا إنه إشي إشي غير طبيعي إشي عادي مثله مثل الامتحان اللي كان يأخذ طالب الصف العاشر بعلاماته في آليته وبالعكس يكون أسهل كمان في التصحيح وبكون أسهل أيصلا في المواد لأنه برعي كل المواد فقروا عينا وما يتم الحديث وكأنه إشي كبير جدا بلعكس وإشي عادي لمصلحة الطالب وبدناش يعني نبالغ في الموضوع لدرجة تنقل للأسف هذا المشاعر مشاعر الخوف للأبناء وللطلاب مرحلة الصف العاشر ساعة صباحك وفاء وصباح الأستاذ سأتقبها وصباح خاص أيضا لإبن العام أستاذ رئيد ملاك ونثمن جهودهم جميعا في تطوير العملية التعليمية إن شاء الله كل التوفيق لطلابنا وطالباتنا في الصف العاشر وفي المرحل الأخرى ونأمل إن شاء الله أن تكون مرحلة تجربية موفقة خالية من أي شوائب أي صعوبات وأن تلقى يعني نتائج إيجابية بالنسبة على المستوى التعليمي للطلاب أنفسهم وأن تريح يعني هؤلاء الطلاب من عبء ثقل مرحلة الثانوية العامة التي لطالما لسنوات طويلة عانينا منها للأسف الشديد الأهالي والطلاب والكل والكوادر التعليمية والتدريسية أشكرك أستاذ سائد قبه شكرا جزيلا لك مدير عام مديرة التربية وتعليم في طول كرم ونواصل في مشوارنا الصباح والمزيد من صباحاتكم ومشاركاتكم ولكن بعد أن نذهب إلى فاصل قصير ونعود على مهلك يا هوا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر